موسيقى 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 الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله قبل أن أجيب على الأسئلة التي وصلت إلي أني حاب نتحي وندعي للأطباء الجزائريين لحمر ووتش الإسلام وحمر ووتش الجزائر سبعة عشر طبيبا وطبيبة جزائريين راحوا وين راحوا إلى غزة إلى غزة لريتشكي إلى الله ظلم العباد وأشرفوا على إجراء عمليات جراحية دقيقة وعميقة ووقفوا مع الشعب المسلم في غزة وعالجوه وعادوا إلى بلادهم ولكن واحد ما قلنا وكتاجاوا لو كان قالونا نروحوا نستقبلوهم استقبال الأبطال استقبال الأبطال سبعة عشر طبيبا جزائريا سافروا إلى غزة منهم أربعة عشر طبيبا متخصصا في جراحة الأورام والأعصاب والقلب أشرف على القيام بعملية جراحية لصالح المرضى الفلسطينيين بمستشفيات غزة راكو حمرت وجل الإسلام يا أطباء حمرت وجل الإسلام وانبشركم راكو دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخه سموا القافل انتحهم أميال من الابتسامات أميال من الابتسامات بارك الله فيكم والله يوفقكم ويسددكم ويمنع بيوتكم خير وبركة سائل يقول أو سائلة تقول رأيت حيات وأفاعي وكلاب تنهشني فما حكم ذلك إذا شفتي حية تعض فيك ولا كلب حاشاكم يعض فيك هذا حاسد يؤذيك حاسد ويؤديك إذا مجموعة حية تأكل فيك وتنهش فيك مجموعة من الحسادين الناس يحسدوا على كلش إذا رأك تبني يحسدوك إذا عندك سيارة يحسدوك ما عندك لا تبني لا سيارة لا باس بيك بارك واقف على أجليك يحسدوك زوشي بنتك يا حسدوك زوشي وليدك يا حسدوك هذا الحاسد موجود في قلوب العباد وموجود في الجزائر بكثرة لو كان يديره مستشفى يداوي الأمراض القلبية كما الحسد والبغد والغيرة والرياء صدقوني المصلحة على الحاسد ما يصح لكش موعد ما يصح لكش رون ديفو غيره على ستة ولا سبعة سنين الناس يتحسد على كلش حسدوك على كلش واحد يجيب الباكالورية يحسدوه لبس بهم عامرتو كاريتا مرارة جلا مليح معاها ويقضي لها ويقايم بها كاريتا يحسدوه يعوذو بالله ما لا إذا شفتي حية تعض فيك فهذا حاسد يأذيك معنى تهارا هي راحة للنافخ والسحاحر والبخور والشوافات أما إذا شفتي حية تحبت عدك بصيح ما عدتكش فهذا حاسد لا يؤذيك وعليه ما أذاكش لأنك إما كنت متوضي لأن الوضع سلاح المؤمن ولا جبت الأذكار ولا دعوة خير وصلاتك دعوة عوالدين ولا إنسان صالح كاش مادرت حاسنة أربي دالك لونتيبال دالك حماية ما قاسوكش بالحسد هذاك وما ترشوكش بهذاك لحسد أما إذا أكرامكم الله حاولوا تفهموا إذا شفتي كلب يعض فيك فهذا حاسد يؤذيك أما إذا كان الكلب راسه متجه الجيهة الأخرى وضهروا ليك فهذا صديق يحميك إذا يعض فيك حاسد يؤذيك إذا رأوا راسه الجيهتك بسما يعطش فيك حاسد لا يؤذيك أما إذا كما راسه للهيك وضهروا ليك فهذا يحميك هذا في صفك هذا صديق ولا أوليدك ولا يعني واحد محب أو يحمي فيك ويرد عليك الكلام بتاع الناس ويدافع عليك إذا شفت زوج كلاب ما أنت زوج أصدقاء ومحبين ولا تلاميذ انتواعك ولم يدافع عليك إذا غاشي كبير ضاير للهيك في صورة كلاب فهذه أمة كلها وقفة معاك وتحميك والعيشة الحسد هذا الحساد نفسه كيف يعالج روحه يعالج روحه لما يفكر بالأمور بيد الله يعمق إيمانه ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه إذ أنت لم ترضى لي ما وهب فجزاك بأن زادني وسد عليك باب الطلب لما تحسد إنسان على حاجة أعطاها لو ربي راك تنكر على الله والإنكار على الله كفر على بلكم كائن نسا هي زعمة ما تولدش ربي بتالها ولا ما زال ما ولدتش خدها كي تسمع بيها ولدت تحسدها تحسدها وتولي ضدها وما تهدرش معاها وعندي قصة أخت مسكينة تبكي على خدها ما هدرتش معاها بلك منذ عشرين سنة أعلى خدش هي عندها ذريال لا يا أختي اتقي الله قولي بالأمور بيد الله الرزق من عند الله الأولاد بيد الله لما تنكر على إنسان أكرمه الله ورب اعطاله راك تنكر على الله على بلك وش راك تقوله ربي لما تحسد إنسان على بلك وش راك تقوله ربي راك تقوله يا ربي ما رانيش راضي بالقسمان تاعك ما رانيش راضي بالقسمان تاعك كيف هو تعطيله أنا ما أعطيتنيش كيف هو أنا ما أعطيتنيش بينما ربي يقسم النعم هذا كلي وفقه ربي أو ابنه ساكن انت يا ما وفقكش مثلا بنيت ساكن ولكن انت شو أو أعطاك تفل صالح أو أعطاك صحة أو أعطاك مال أو خلقك مؤمن النعمة دايما كاينة واشنو ربي يخلق وفرق ويقسم الأرزاق انت احنا واش وظيفتنا نقوله سامعنا وآطعنا أنا رضيين يا ربي اعطيتنا الحم أنا رضيين ما أعطيتناش الحم أنا رضيين الرضا بالقضاء جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضاء سائل يقول ما رأي فضيلتكم في الشيخ أبو مسلم بل أحمر الغلزان الراقي المشهور يعني للإنصاف وباش ما نضلموش الرجل وباش نقوله كلمة حق أولا نقول وما شاهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين هذا الرجل أنا لا أعرف عنه إلا خيرا لا أعرف عنه إلا خيرا وشاورني منذ حوالي عشرين سنة إذا كان هو يذكر اتصل بي وشاورني وقال لي راني حب دي العيادة للعلاج بالرقية واطلب النفسي واطلب الرحاني كما يقال وأنا شجعته وقتل توكل على الله الله يعاونك ولكن أبني أمورك فقط على العلم على العلم واسمعت للندوات انتاعه واسمعت لي تصريحاته وقريت له في الصحافة ما صبتش كلام يخالف شريعة الله كائن غرائب نعم لأن عالم الجن عالم الجن